قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم مدرب في رونتنا أمر رابط رفض الصفر مع الفريق وينتظر الحسم في انتقاله إلى إنجلترا برشالون الإسباني يحسم مصير عبدالصمد الزلزولي والد اللاعب المغربي لا من جمال يزف خبرا سارة للرقراغي والجامعة الملكية المغربي لكرة القدم بخصص ابنها والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتتارك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد أخبار مدرب في رونتنا أمر رابط رفض الصفر مع الفريق وينتظر الحسم في انتقاله إلى إنجلترا كشف مدرب نادي في رونتنا أن النجمة وسط النادي والمنتخب الوطني المغربي السوفيان أمر رابط رفض الصفر برفقة النادي لمبارته المقبلة ضمن الدورة الإيطالية ونقل الصعافي الإيطالي المتخصص فبريزي رومانو أن مدرب في رونتنا قال بأن أمر رابط يتدرب بمفرده ولن ينتقل رفقة النادي للمبارة المقبلة في الدورة الإيطالية وينتظر أمر رابط الانتقال لنادي لفيربول الإنجليزية الذي يقترب بشكل كبير من حسم صفقة اللاعب الدولي المغربي بعد العرض المقدم لنادي الفيولا برشلون الإسباني يحسم مصير عبد الصمد الزلزولي حسم نادي برشلون الإسباني في مصير اللاعب الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي وذلك بعد توصله بعدد من العرض المغرية سواء من إسبانيا أو خارجها وعبر النادي الكتالوني عن رغبة في الاستمرار والاستفادة من خدمة اللاعب المغربي عبد الصمد الزلزولي حيث أكد أن الأخير لم يغادر صفوف النادي بالرغم من العرض المهمة التي يتوصل بها وفق ما أشار إليه الإعلامي الرياضي فابريزيو رومانو وأكد رومانو في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس أن أكثر من أربعة أندية طلبت شروطا محتملة للصفقة وتم رفضها ومن المرتقب أن يتم استدعاء الزلزولي للمبارتين التي سيخوضهم المنتخب الوطني أمام منتخبي ليبيريا وبوركينفاسو وذلك بعد الأداء المويز الذي أبن عنه سواء في نادي الإسباني أو خلال بطولة إفريقيا لأقل من 23 سنة والد اللاعب المغربي لا من جمال يزف خبرا صار للريقراجي والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشر والد الموهبة المغربية الأصل من جمال لاعب برشلونة تدوينة غامضة تزمنا مع تأكيد الإعلام الإسباني التواجد ابنه في لائحة منتخب لاروخا المقرر إعلانها الأسبوع المقبل لخوض مباراة جورجيا وقبرص في تصفية كأس أمم إيروبا 2024 ونشر مونير نصراوي صورة رفقة ابنه معلقا عليها انظر اسمع وصمت وهو التعليق الذي اعتبره متتبع ردا على الإعلام الإسباني الذي يمارس ضغطا كبيرا على اللاعب البالغ من العمر 16 سنة فقط من أجل الموافقة على تمتيل الاروخا وقطع الطريق مما إمكانية تمتيله المنتخب المغربي مستقبلا وذكر موقع كرة أنه علم أن والد لامين جامال كان له دور في تأخير حسم ابنه لقراره النهائي وطلب مهلة للتفكير بعد الشماع مع وفد اتحاد الكرة الإسباني بأحد مطاعم برشلوناء والتقى والد اللاعب بفوز القجع في وقت سابق بالمغرب ووعده بأن يقنع ابنه باللاعب لمنتخب الأصود وسيحارب لأجل هذا رغم الضغطات التي قد يواجهها داخل ناديه برشلوناء سيباري لن أرتاح حتى أمتي لمنتخب المغرب الأول يعتبر إسماعيل سيباري النجم نادي أيندهوفن الهولندي لكرة القدم واحدا من أبرز لعب المنتخب المغربي الأولمبية الذين استطعوا لفت الأنظار في وقت وجيز فصاحب الاثنين والعشرين سنة يملك مؤهلات فنية وبدنية جعلت الكثير من المغارب يطالبون بأن يعزز صفوف أصود الأطلس بعد تألقهم مؤخرا في نهائية بطولة كأس أمم إفرقية تحت الثلاثة والعشرين سنة وقيادته منتخب بلاده إلى التتويج باللقب القاري والتأهل أولمبياد باريس 2024 وفي تصريح لموقع العربي الجديد أعراب سيباري عن أمله في تمثيل المنتخب المغربي الأول مؤكدا أنه سيواصل العمل داخل بطولة الدور الهولندي حتى يحاقق حلمه بالاندمام إلى كتيبة المدير الفني وليدر جراكي وفي هذا الإطار تحدث قائلا دائما كنت أرغب في تمثيل المنتخب المغربي الأول ومن دمت لم أحمل قميصه بعد لن أرتاح وأصدأ واصل العمل في الدور الهولندي بكل ما أوتيت من قوتنا كي أحضر مع منتخب بلدي وتبع كنت سعيدا بالتألق مع المنتخب المغربي الأولمبي وسأكون دوما جاهزا للدفاع عن قميصه مثل ما أرغب في اللعب مع المنتخب المغربي الأول سأنتظر دوري وفرصتي وأتمنى أن أكون دوما في مستوى تطلعات الجماهير المغربية التي لا تبخل علي بالتشجيع والدعم كي أستمر دائما باللعب في المستوى العالي المنتخب المغربي الكشف عن موعد الإعلان عن اللائحة لمباراة لبيريا وبورك نفاص كشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن المدرب وليدر جراغي مدرب المنتخب الوطني المغربي سيعقد مؤتمر صعفيا يوم الثلاثة المقبلة في مركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة ضواحي مدينة السلو وأكد المصدر أن المؤتمر الصعفي المقرر في الساعة الحدية عشر صباحا سيتعلق بالإعلان عن قائمة اللاعب المختارين للمشاركة في المبارتين القادمتين لأصود الأطلس والتين ستقامن يوم التاسع من شتنبير في أغادير أمام المنتخب الليبيري ضمن تصفية كأس الأمم الإفريقية ويوم الثاني عشر من نفس الشهر في مباراة ودية ضد منتخب بورك نفاصو في مدينة لانسا الفرنسية يشار لأن المنتخب المغربي لكرة القدم الذي ينافس في المجموعة الحدية عشر قد ضمن مشاركته في نهاية كأس الأمم الإفريقية الفين وثلاثة وعشرين التي ستقام في الكوديفوار من الثالث عشر من يناير إلى الحادي عشر من فبراير الفين واربعة وعشرين صفقة الرجاء المنتظرة تصل إلى البيضاء وصل قبل قليل إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء الصفقة المرتقبة الجديدة لراجاء الرياضي ويتعلق الأمر بالمهاجم نيجيري تشوكوميا كاوبيوما وتم تدول صور وصول اللاعب إلى العاصمة الاقتصادية رفقة وكيل أعمالي على انطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي ومن المنتظر أن يجلس المهاجم النيجيري أمام مسؤول الرجاء من أجل إنهاء كافة تفاصل الصفقة وذكر موقع الدخوة سونس وانسون سبورا أن الرجاء سيغلق المركات الصيفي بصفقتين ويتعلق الأمر بالمهاجم النيجيري المشر إليها وأيضا اللاعب المغربي في صفوف الترجر يد التونسي صابير بوغرين وذكر موقع الدخوة سونس وانسون سبورا أن الرجاء سيغلق المركات الصيفي بصفقتين ويتعلق الأمر بالمهاجم النيجيري المشر إليها وأيضا اللاعب المغربي في صفوف الترجل رياد التونسي صابير بوغرين إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم مدرب في رونتينا أمر رابط رفض الصفر مع الفريق وينتظر الحسم في انتقاله إلى إنجلترا برشالون الإسباني يحسم مصير عبدالصمد الزلزولي والد اللاعب المغربي لا من جمال يزف خبرا سارة للرقراجي والجامعة الملكية المغربي لكرة القدم بخصص ابنها والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار